خاوف الأمنية التي تؤرق المملكة العربية السعودية في كل موسم حج لن تكون هاجسها الوحيدة هذه السنة فالتشدد في ضبط الأمن عمل سهل قياساً على التشدد الصحي خصوصاً بعد إعلان المنظمة العالمية أن تجمع نحو أربع ملايين شخص في البقاع المقدسة يحمل مخاطر صحية يجب التنبه إليها وأعلنت المنظمة عن مساهمتها في مساعدة السعودية لمواجهة المرض وتعمل وزارة الصحة السعودية على مكافحة الفيروس القاتل بعدما أصاب سبعين شخصاً حتى الساعة توفي منهم تسعة وثلاثون حول العالم خمسة وعشرون منهم في السعودية فما هو هذا المرض وهل يرجح وصوله إلى لبنان؟ هذا الفيروس أصله غير معروف ولكن نعتقد أن أصل هذا الفيروس يأتي من حيوان الوطوات البات يعني الباتس الوطويت أو ما يسمى بالخففيش ونحن نعتقد أن هذا الفيروس حتى هذه اللحظة المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن الناس يصابون به نتيجة عدوى من أشخاص آخرين ولكن على المريض أن يكون عادة مريضاً أو مستعداً للإصابة بالعدوى وإن فإن ذلك لا يفسر انخفاض عدد الإصابات لبنان استعد لمثل هذه الحالات والتقينا كلجنة خبراء مع وزارة الصحة ووضعنا خطة بناء على توصيات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة احتمال وصول هذا الفيروس إلى لبنان هذا الفيروس لا علاج له حتى هذه اللحظة يذكر أن إصابات بفيروس كورونا سجلت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي كل هذه الحالات عاد المصاب من الشرق الأوسط أو كان على اتصال بشخص عائد من هناك أنني أطمئن أهلنا الذين يريدون زيارة المملكة العربية السعودية لزيارة الأماكن المقدسة وبيت الله الحرام والعمرة وحتى في المستقبل فريضة الحج نقول أن حتى الآن لا يوجد أي خطورة جدية لأن الفيروسات التنفسية صحيح أنها تنتقل بين شخص وآخر بين المصاب وغير مصاب بواسطة ما يسمى تلوث الهواء أو تلوث المواد المستخدمة بين الأشخاص إلا أن الفيروسات التنفسية هي غير فعالة عندما يكون الانتقال في فصل الصيف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية قال أن وزارته تسعى بقوة للحد من وصول فيروس كورونا أو انتقاله بين المعتمرين والحجاج مشددا على أن خبرة السعودية الطويلة في التعامل مع الحشود البشرية الهائلة التي تفد إليها كل عام تخويلها التعامل مع كورونا على الوجه الأمثل